مائة وسبعون شجرة زيتون استهدفها مستوطنون بالقطع في منطقة الرهوات شرق قرية اللبن جنوب نابلس نعمرها بشكل فعلي وراحين نزرعها وانثبت صمود المواطن احنا في قرية اللبن الشركية اصبحنا كل يوم احنا مستهدفين وفي عمليات تصاعد من قبل المستوطنين وحماية جيش الاحتلال بالاستهداف لقرية اللبن الشركية احنا فقط امامنا الصمود والتحدي لعنجهية المستوطنين اراضي القرية الشرقية عرضة لاعتداءات شبهي يومية من الاحتلال ومستوطنيه ومحطة اطماعهم خاصة مع تطويقها بثلاث مستوطنات تتوسع على حساب اراضي المواطنين احنا اليوم في اراضي اللبن الشرقية في محافظة نابلس الاراضي التي اتعرضت الاعتداء من قبل المستوطنين هذه الليلة قاموا بتقطيع اكثر من مئة وسبعين شجرة سيتون مثمر وهي مش من المرة الاولى اللي بيكونوا فيها المستوطنين بتدمير هذه الاراضي والاعتداء عليها كما تلاحظون المستوطنات محيطة في هذه المنطقة محافظة نابلس دائما تتعرض خاصة في جنوبها تتعرض الاعتداءات كما هو الحال في بيت دجل وبيتها المستوطنين بيحاولوا بأي وسيلة يأخذوا هذه الاراضي مع خاني اللبن وتجربتنا معهم العام الماضي كانت صعبة في خاني اللبن ولذلك بأي وسيلة بدهم يأخذوا الاراضي هاي بدهم يسيطر عليها تقطيع الأجار هذه شوكي في حالكم لذلك المستوطنين بدهم يشوف فلسطيني في هذه الاراضي هذا الاستهداف الجديد في قرية اللبن الشرقية يأتي ضمن اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق المواطنين وامتلكاتهم في محافظات الوطن هي حرب لا هوادة فيها لا تراجع ولا استسلام ما يجري هنا يعكس مدى إجرام المستوطنين وحقدهم على كل ما هو فلسطيني من أراضي قرية اللبن الشرقية محمد اشتيه تلفزيون فلسطين